جبل عرفة مرحبا متابعين الكرام لن تصدق ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الحجاج في بيت الله الحرام نشر في خاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي تغريدات بمناسبة يوم عرفة ألقى فيها الضوء على التشابه بين أعياد البشر وقال من رسائل الله الواحد الأحد التشابه والتزامن في أعياد البشر لا سيما اليهود والمسلمون فمع انتهاء الصيام اليهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل المقدس يبدأ المسلمون الصيام عرفة ما أعظم حكمته وأثريبه للجمع بين البشر فهل يتعز منها الإنسان وفي تغريدة منفصلة قال اليوم هو يوم عرفة الحج الأكبر لدى الإخوة المسلمين حيث تغفر فيه الزنوب والخطايا وتعتق فيه الرقاب من النار وأيضا يوم النحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر وأضاف لحجاج بيت الله نتمنى لكم حجا مقبولا ولكافة المحتفلين صلاة مستجابة وزنبا مغفورا ولكل الخصوم عسى أن يحل عليكم سلاما وخيرا ومعرفة فمن غير الانفتاح لا يمكن الطلاق وبالتالي التعايش فهذا مطلب الله عز وجل الحج في زمن كورونا آلاف الحجاج يصعدون جبل عرفة وسط قيود مشددة صعد عشرات الآلاف من الحجاج إلى جبل عرفة بالقرب من مكة المكرمة حيث يؤدون أحد أهم طقوس الحج السانوية ويقضون هناك ساعات في الصلاة في الموقع الذي يعتقد أن النبي محمد ألقى خطبته الأخيرة فيه وأقلست السلطات السعودية للعام الثاني على التوالي بشكل كبير من أعداد من سمحت لهم بآداء فريضة الحج بسبب وباء فيروس كورونا وعادة ما تستقبل السعودية أكثر من مليوني شخص في الحج لكن سمح هذه المرة فقط ستون ألف فقط بالمشاركة وجميعهم مواطنون سعوديون أو مقيمون أجانب يعيشون في المملكة مقارنة بنحو إثنان ونصف مليون في عام الفين وتسعة عشر وارتدى الحجاج ملابس بيضاء وحملوا مظلات واقية من شمس الصيف الحارقة ترجمة نانسي قنقر